من الحرب ضد داعش إلى الحرب على إيران يخشى العراق أن يكون ساحة لصراع جديد بين واشنطن وطهران ترجم ذلك إلى نفير دبلوماسي لإقناع الخصوم باللعب خارج العراق انطلاقا من هذه المخاوف أكد عبد المهدي لوزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو أن العراق مستمر بسياسته المتوازنة مع جميع الجيران ومنهم إيران وأن رغبته في العلاقة مع واشنطن لا تختلف عن رغبته في العلاقة مع طهران خطوة مماثلة قام بها رئيس الجمهورية برهم صالح مع السفير الإيراني في بغداد حيث شجاهه على الحوار مع الإدارة الأمريكية من أجل سلامة المنطقة وفي حين تبدو أن التحركات العراقية المباشرة مع أطراف الصراع لم تجد نفعا ارتأت بغداد التحرك على مسار آخر واختارت دولا حليفة لإيران وأمريكا معا فطلب عبد المهدي وصالح لقاء سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا فيما قرروا التوجه إلى دول أخرى على صلة وثيقة بأمريكا وتتسم بالعقلانية والتوازن منها الأردن والكويت إجراءات متأخرة كان يمكن لسياسي العراق النأي ببلادهم عن فورة بركان الصراع الأمريكي الإيراني بنهج سياسة معتدلة تكون فيها المصلحة الوطنية مقدمة على الولاءات الخارجية التي باتت لا تنفعهم مع اقتراب الحرب